تابعا معيكم ورحمة الله وبركاته والأخبار عاملين إلى ربك جميعكم بخير في الفيديو ده دكتور إبراهيم دويش هيكلمنا على عائشة وحقوق المرأة مشاهدة ممتعة ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عائشة وحقوق المرأة هو موضوع حلقتنا لنا في عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها القدوة والمثل الأعلى في الصورة الرائعة التي قدمها الإسلام عن المرأة المتميزة كانت عائشة مثال مثال لريادة المرأة في التاريخ الإسلامي ولا زالت إلى اليوم مصدر إلهام لكل امرأة أردت أن تكون عظيمة عظيمة بدينها وثقافتها فاعلة بعطائها ومشاركاتها حتى قيل أن عائشة كانت رجلة العرب عائشة صاحبة الفضل على النساء كلهن كما قال صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام عائشة هي نصيرة النساء الأولى هي صاحبة المواقف التي تناصر قضايا المرأة وحقوقها الشرعية هي من كانت تروي تفاصيل ودقائق الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته تروي أسرار العلاقة الزوجية التي لم تعد أسرار لكونه قدوة للمسلمين كان صفحة نقية مكشوفة لكل أحد بأمر السماء واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة بارزت عائشة رضي الله تعالى عنها لتكون وجها نسائيا يؤسس المجتمع الجديد الذي أخذ في التحول من الطابع الجاهل إلى الفضاء الإنساني والإسلامي الممتد إلى قيام الساعة جدت واجتهدت حتى أصبحت مرجعا في العلم يرجع إليها المشيخة من كبار علماء الصحابة عندما تنتصر عائشة لحقوق المرأة لأنها تدرك تماما أن المرأة وحقوقها قضية لم تكن مشكلة في الإسلام أبدا بل الإسلام هو الذي حر المرأة من قيود الجاهلية ومن قيود الأديان والعدات السابقة لكن المشكلة في المفاهيم والآراء التي تحاول أن تستجر الإسلام لاستنتاجاتها أو تتتبع المشتشابهات والنصوص المشكلة في مفاهيمنا نعم مشكلة في مفاهيمنا وليس في أصل النصوص ومن ذلك مسائل وقضايا المرأة والنصوص الواردة فيها العجب ممن تعمد إثارة الشبهات حول نصوص الإسلام في بعض مسائل المرأة مع أن في كتب النصارى المقدسة ما يؤكد أن المرأة كلها سبب الإغواء وسبب كل خطيئة بل في كتب اليهود أن المرأة الحائض كل ما مسها أو مسته يكون نجسا لا بد أن يغسل إلى آخر ذلك أين الإنصاف عند الاختلاف لذا فإن عائشة أم المؤمنين ضربت أمثلة رائعة في بيان وجهة نظر الشرع الحنيف خاصة تجاه بنات جنسها لتجعل الشعار قول حبيبها صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال وقول الحق الذي لا يحابه أحدا على أحد قانون السماء ميزانه واحد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ذات مرة جاءت لعائشة امرأة وعليها خمار أخضر شكت إليها زوجها أردتها خضرة بجلدها فلما جاء رسوله صلى الله عليه وسلم والنساء كان ينصرن بعضهن بعض قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها تنقل الشكوى لرسول الله تدافع تطالب بالحق لهؤلاء النسوة ثم أعلنت منهج الحبيب ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط ولا امرأة ولا خادما إلا في الجهاد كان يقول شكى لآل محمد نساء ضرب أزواجهن لهن ليس أولئك بخياركم وحرج صلى الله عليه وسلم على الرجال حق الضعيفين المرأة واليتيم لقد كانت رضي الله عنها سفيرة النساء عند رسول الله توصل معاناتهن وتضحياتهن لرسول الله وقد تدخل أحيانا وسيط بينهن وبين رسول الله لتشرح لهن ما يغفى عليهن من قوله الشواهد كثيرة في هذا الباب جاءت امرأة معها ابنتان لعائشة تسألها تطلبها فلن تجد تقول عندي غير تمرة واحدة عطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار كانت تحمل رضي الله تعالى عنها هموم النساء تساعد بكل ما تقدر حتى ولو في أمورهن الخاصة توضيح بيان نقل أمر تقول عائشة جاءت امرأة واسمها أسماء بنت شكل فسألت النبي عن غسلها من المحيظ فأمرها كيف تغتسل وبين لها قال خذي فرصة من مسك قطنة فتطهري بها قالت كيف أتطهر قالت طهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري تقول عائشة فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم لقد وقفت عائشة وبقوة بقوة أمام كل قول يحيي ثقافة الإقصاء البائدة في حق المرأة مما لا ينسجم عظمة التشريع الحنيف غاضبت مرة غضب شديد على أبي هريرة وهو يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيره من الدار والمرأة والفرس فأجبته قائلة والذي أنزل الفرقان على محمد ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إنما قال كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك عائشة أم المؤمنين يقول مسروق تذاكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة رضي الله عنها لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى وسط السرير وأنا عليهم الطجعة والسرير بينه وبين القبلة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس بين يديه فأوذيه فأنسلوا من قبل رجليه إنسلالا أو كما قال رضي الله تعالى عنها هذا الحديث حوله شبهات وإشكالات من حق كل مسلم السؤال عنها وإيضاح المعنى له لكن أيضا هناك من يستجرها ويجره للتشويش أو التحريض ولعل أكون مضطرا هنا للبيان وباختصار شديد وبنقاط سريعة أولا نؤكد ثبوت الحديث وصحته فيكفي أنه في الصحيح كما نؤكد أن الباحثة بإنصاف لن يجد دين نعتنى بتكريم المرأة واحترامها كالإسلام إي والله ثانيا مهم جدا أن نعلم أن كلام عائشة رضي الله عنها لا يعارض السنة بل السنة مقدمة على رأي عائشة ورأي غير عائشة وهذه قاعدة معلومة عند دائمة الأصول ومصطلح الحديث ثالثا ليس في ألفاظ روايات هذا الحديث أن عائشة أنكرت الحديث أو غاضبت رابعا قول عائشة عدلتمون أو شبهتمون بالحمير والكلاب يحمل قولها على الحكم الفقهي بدليل أنها أوردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى وسط السرير وتقول أنا عليه متجعة شبهة إذن في قطع الصلاة وليس المساواة في القيمة والقدر وهذا هو الصواب لأن الشبه هنا في قطع الصلاة لا تأني المساواة في القيمة لو قلنا مثلا وصل الحمار والرجل هل يعني أن الرجل مساوي للحمار بالقيمة أم في الحضور أرجو أن نفقل عقولنا قليلا لو قلنا أن الحيوان والإنسان يحتاجان للغذاء هل الحيوان هنا مساوي للإنسان بالقيمة والقدر أم بالحاجة للغذاء بمثل هذا نفهم مقصود الحديث الصحيح يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة المقصود أنهم يتساوون في حكم قطع الصلاة وليس في القدر والقيمة هذا لا يقول به إلا جاهل أو متربص مع أن المساواة بين هذه الأمور الثلاثة فيها كلام الفقهاء طويل خامسا استغراب عائشة أجاب عليه الإمام الحافظ العراقي رحمه الله بكلام جميل يقول إن عائشة لم تنكر ورود الحديث ولم تكن تكذب أبا هريرة وأبا ذر وهم الرويان الحديث وإنما أنكرت كون الحكم باقيا هكذا فلعلها كانت ترى نسخه بحديثها الذي ذكرته أو كانت تحمل قطع الصلاة على محمل غير البطلان يا سلام أنت هذا الكلام الجميل المختصر سادسا وأخيرا في هذا الحديث الفصل في الحكم الفقهي هل فعلا يقطع الصلاة أو فقط ينقذ الصلاة أو هو منسوخ بحديث عائشة التي ذكرته هذه مسألة فيها آراء فقهية كثيرة ليس هذا مكانها أرجع لعائشة فقد كانت تبذل جاهها ومكانتها بل والله ومالها لإعانة المستضعفات والمحتاجات عندما كاتبت بريرة أهلها توجهت إلى عائشة مستعينة بها لدفع ما بقي عليها من مال المكاتبة قالت عائشة دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواقن في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني قالت فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة واعتقك ويكون الولاء لي فعلت ذلك ذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم قالت فأتتني فذكرت لذلك قالت فانتهرتها فقالت لا ها لا ها لا ها الله إذن قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها وأعتقيها واشتريطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق قل ففعلته قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحل القضية تحولت الآن من مجرد بحديثة بريرة إلى قضية تخص المرأة عامة قام وخطب صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم اعتق فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق غير هذا كثير في نصة عائشة للنساء ووقوفها معهن الذب الدفاع عن كرامتهن بل أنها ما أن تسمع رضي الله عنها بأمن يتعلق بالنساء إلا وتسأل عنه وتوجه فيه وترده لشرع الله نصة لهن وإرشادهن للحق رجل من كندة قال دخلت على عائشة وبيني وبينها حجاب قالت من من أنت؟ يقول قلت من كندة قالت من أي الأجاند أنت؟ قال قلت من أهل حمص قالت من أهل حمص الذين يدخلون نساءهم الحمامات؟ قلت نعم إي والله إنهن ليفعلن ذلك قالت إن المرأة المسلمة إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترا فيما بينها وبين ربها فإن كنا قد اجترين على ذلك فليعتمد إحداهن إلى ثوب عريض واسع يواري جسدها كله لا تنطلق أخرى فتصفها لحبيب أو بغيظ لله درك يا ابنة الصديق حكمة وحقل السؤال هنا ما هي أسس ومنطلقات عائشة في الدفاع أو المطالبة بحقوق المرأة؟ أولا كان منطلق عائشة الأول الأمر القرآني لها ولأمهات المؤمنين معها واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة ثانيا حرصها على نقل قضايا ومشاكل النساء للرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأمر له خاصة في أمورهن عند الحاجة ثالثا إدراكها لحداثة عهد الرجال بالجاهلية وأهمية تبصيرهم بأحكام توجيهات الإسلام في حقوق النساء وفصلها عن العادات الجاهلية المخالفة للشرع رابعا معايشتها رضي الله عنها لواقع النساء وقربها منهن وسؤالها عن أحوالهن مع اتقاد فطنتها وسعة علمها واستقلالها ببعض آرائها الفقهية خاصة في مسائل النساء خامسا وأخيرا استشعارها المسئولية جاه دينها وبنات جنسها والعمل بكل جد وتفاعل وإيجابية